أشهد المستشار التجاري الفرنسي الجديد بمصر فليب جارسيا بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر ووصفها بأنها وعدة ومفيدة للغاية بالنسبة للاقتصاد ومشجعة للغاية لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية يأتي هذا فيما وصل معدل التضخم في مصر تراجعه القياسي في أكتوبر الماضي ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 عاما النجاح يولد دائما الأعداء فمن لا يستطع اللحاق ذك لا يملك سوى طعنك من الخلف فمع كل نجاح تحققه مصر تنطلق أبواق الكذب المأجورة من أجل التقليل والتضليل والتهميش من قيمة هذا النجاح أصوات التشكيك التي نالت مشروعات مصر القومية الكبرى تارة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمدن الجديدة وتطوير البنية التحتية والطرق والاتصالات تارة أخرى جاءت من جديد لتنال من نجاح مصر في تقليل معدل التضخم ليصل إلى أدنى مستوى له في 14 عاما رغم إشادة جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية بما حققته مصر قفزات سريعة قامت بها الدولة بنجاح من أجل تخفيض معدل التضخم فمن نسبة تضخم 31.18% في أكتوبر 2017 كان الموعد مع نسبة أقل في أكتوبر 2018 بنسبة بلغت 17.15% ليأتي النجاح الأكبر في أكتوبر 2019 الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 12.14% انخفاض يتم ترجمته سريعا في انخفاض كبير في أسعار السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة وهو من عكس بشكل كبير على تحسين معيشة المواطن الذي يعد البطل الرئيسي في معركة البناء والتنمية نجاحات لم ترق لأصحاب النفوس الضعيفة الذين أخذوا يشككون في تلك النجاحات التي لم تكن إلا نتاج جهود كبيرة وخطوات واسعة خططها ومشروعات كبرى خلقت الألاف من فرص العمل وهو ما ظهر في أكبر انخفاض لمعدلات البطالة في تاريخ مصر على مدار ثلاثين عاما حيث وصلت إلى سبعة وخمسة أعشار في المئة حيث نفذت الدولة ما يقرب من عشرة ألاف مشروع خلال أربع سنوات بتكلفة تريليونين ومائة مليار جنيه مصري فضلا عن توفير أكثر من مائة وأربعة وأربعين مليارا لدعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر أرقام جعلت من مصر رهانا رابحا للاستثمار وهو التوصيف الذي استخدمته وكالة بلومبرغ الأمريكية على عكس تقارير تعامت عن تلك الحقائق وأطلقت الأكاذيب دون بينا إزرع جهدا تجد نجاحا تلك هي وحدها المعادلة في مصر ثلاثين يونيو الساعية بقيادتها وشعبها على طريق النمو غير عابئة بمن يحقد هنا أو ينبح هناك